من واشنطن ينضم إليه الكاتب والبحث السياسي دان ريني سادان مرحبا بك معنا إذن تصعيد جديد للحوثيين فيما يتعلق بتهديداتهم هذه المرة توسعت تحذيراتها ليس فقط عبر البحر الأحمر أو بحر في المنطقة لكن لتشمل أي سفينة تذهب أو تتجه باتجاه الموانئ الإسرائيلية أي كانت جنسيتها هذا يأخذنا لمرحلة جديدة إسرائيل ترد وتمهل المجتمع الدولي مهلا للتحرك وإلا تحركت هي أين هي الولايات المتحدة وماذا هي فاعلة؟ ما هي أبرز السبل للرد على هذا التصعيد؟ من المؤكد أن هذا وضع معقد وصعب للغاية وهو يصبح أصعب يوما تلو الآخر بالنسبة للسفن أصبح هناك هجمات وكذلك العديد من الاعتبارات السياسية التي يجب أخذها في الحسبان هناك مخاطر التصعيد وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنه لا يمكن التساهل مع استمرار استهداف السفن لأن ذلك سيشكل زعزعة لمرور السفن التجارية العالمية وهذه الهجمات لا يمكن أن تستمر دون رد لكن المشكلة هي أن يكون الرد متوازنا عسكريا وسياسيا حتى لا يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع وتحوله إلى نزاع إقليمي ولذلك القادة السياسيون والعسكريون يتفاوضون ولكن ما هو الرد المتوازن برأيك؟ ولماذا؟ لأن هناك حتى تقارير إعلامية أمريكية تفيد أن هناك نوع من التمييز الأمريكي فيما يتعلق بمواجهتها للفصائل سواء في العراق وطبيعة الرد عليها عن الحوثيين وهي تتفادى وتتحاشى الرد على الحوثيين لماذا برأيك؟ ما هو الرد المتوازن في الحسابات الأمريكية؟ هذا هو السؤال الأكبر لأن الرد المتوازن يصعب تعريفه علينا أن نعرف كيف يمكن وقف هذه العمليات لسماح بالملاحة البحرية لسفن التجارية وكذلك الوضع الذي يتعقد ويشهد تصعيدا متناميا يحتم علينا أن تفادى هذا التصعيد وفي نفس الوقت تخطيط رد مناسب الولايات المتحدة الأمريكية لها قدرات عسكرية كبيرة وإيران تدرك ذلك وليس لها مشكلة في الرد لوقف هذه الهجمات وأمريكا تظهر ضبط النفس إلى الآن ولكن يجب أن يكون هناك رد ما وأي رد لوقف هذه الهجمات قد يندر إليه باعتباره تصعيدا ولا أحد يريد التصعيد لذلك نريد وقف النزاع واحتوائه وليس تصعيدها وهذه المعادلة هي الصعبة والتي ستحتم قرارا صعبا من القادة السياسيين والعسكريين وهم منخرطون في محاولة تحديد الرد الذي سيكون مؤديا إلى أقل الخسائر ومنع التصعيد أقل الخسائر ولكن نحن نتحدث عن ممرات المهمة للغاية في الملاحة الدولية هناك نوع من التخوفات والقلق القائم لدى عدد كبير من قباطنا والبحارة في هذه السفن الولايات المتحدة تسعى لطمئنتهم لكن الوضع ليس كذلك هذا نهيك عن إسرائيل وموقفها أيضا فهل من سبيل تعزيز جهود السفن التجارية خاصة في ظل أن باء تتحدث ربما عن تكتل إقليمي أو عالمي على مستوى المنطقة ألن يفيد هذا أيضا بمزيد من العسكرة في المنطقة دون نتائج على الأرض في الردع المباشر للحوثيين نعم هذه أشياء في الواقع تدعو إلى التخوف لأن ما يحدث هو عرقلة للملاحة التجارية البحرية هناك عدد من الدول قالت إنه يجب الرد نعرف أن هناك نقاش بين القادة العسكريين لمنح ضمانات إلى البحارة الذين يعبرون من تلك الممرات لابد من حماية هذه السفن وكذلك يجب أن تتمكن هذه السفن وهي مطمئنة دون الخوف من هجمات وفي مرات عديدة يمكن تهديد السفن من خلال مسيرات أو أسلحة أخرى ولكن لا يصبح الوضع بالشكل الذي نراه حاليا لأن ما يحدث الآن يستدعي ردا حقيقيا الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الملاحة هنا لوقت طويل وبطبيعة الحال هي يمكن أن ترد لكن لا تريد أن يعتبر ذلك تصعيدا شكرا شكرا جزيلا لك إذن ضيفي من واشنطن الكاتب والبحث السياسي دان ريني شكرا لكم شكرا لكم